أهلا بكم تفقد مدير عام شرطة الحديد العميد نجيب ورق عددا من المناطق المحررة من ميليشيات الحوتي تحديدا جنوب مديرية حيس حيث زار منطقتين البومية والمعيصر التي يقام فيها المراكز بل تقام فيها المراكز الصيفية وتضم النشأ والطلاب لتلقي الدروس وتعليم المهارات لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وغرس قيم الولاء الوطني بعيدا عن تلك الأفكار الحوثية التي تتسم بها عقول النشأ والطلاب بأفكار دخيلة وخلال تلك الزيارة تحدث عدد من الأهالي عن همومهم ومطالبهم خصوصا في مجال التعليم والصحة والمياه أقول لكم أنه لابد من تحليم أولادنا الولاء الولاء الوطن حب الوطن من الإيمان علينا أن نحافظ على طول 26 ستمبر 14 أكتوبر 22 مايو وكذلك الثاني من دسمبر علينا أن نعرف أن نحافظ على قواتنا وأن نحسن أولادنا ضد أفكار الميليشيات الحوثية وعلينا أن نتكاتف جميعا ونوحد صفوفنا ضد الميليشيات الحوثية نحن نؤمن بالجميع من كان معنا ضد الميليشيات الحوثية همه أن ينتصر الميليشيات الحوثية سلاحه يقاتل بقالبنا نحن معه أولادي الطلاب أنا سعيد جدا لهذه السجارة وغدا سيكون منكم الدكتور والطيار وغدا سيكون منكم مدير الأمر والمحافظ وغدا سيكون منكم مدير المدرسة والمدرس غدا أنتم الذي ستتحملون شؤالة العلم غدا ستنطفئ أفواه البنادق والمدافع ولن يبقى إلا أفواه الأقلام بالعلم نرتكي ونسود ونعتلي وبالاهتمام بالمعلمين والكادر التعليمي والطلاب نستطيع أن نرتكي نحو العلاء وكذلك بتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين لا أمر بدون استقرار وسوف نكتف عمل الخلية الإنسانية وسوف نصر على المنظمات أنها تستهدف هذه المنطقة أنتم أبنائنا أنتم أهلنا أنتم أخواننا نحن جؤلنا خدام للشعب وللوطن